السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى احباباتي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ونشطين في نفس الوقت فيديو جديد وروتين جديد راح نشارك معكم اليوم ان شاء الله اهم الاشياء اللي قمت بهم نتمنى ان شاء الله انو الفيديو ما يكون شمومين لبلا ما زيد نطول عليكم اكتر انخليكم مع الفيديو اول حاجة نقوم بها صبح كاي امرأة جزائرية وهي يا راكم عارفين وجدوا الفطور الصباحي ونسق موليداتنا وانا من بعد ما وصلت بنتي اه مشيت لسوبر ماركت مشيت قديت بعض الاشياء اللي كانوا خاصة اني كن ماراكم تشوفوا نفضل اني يكون صبح احسن هكذا باش ننحي ليا شوية وقت المهم كانت خاصتني شوية باطاطا اه كانت خاصتني شوية بصلة اه شوية ديسر يعني كل حاجة شوية شوية وراح نشارك معكم بعض الماركات اللي ما يعرفوهمش بالنسبة ليساكنين هنا في امريكا يعني هذا هو الهدف اه من الفيديو او من المشتريات اه هنا كذلك كنت شريت هذي تشينا لبنات مندارين حلوة 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 كي السكر يعني كم تاع البنات ااع البلاد الصراحة كنت خايفة منها واندمت اللي ما جبت زوج لانه هذيك لبنات ناكلها بوحدي في نهار نكمل هذيك ساشي النورمال اهنا كذلك حبيست نقول لكم بلي هذا الياغوت لبنات حلال ما تخافوش ورا كاتبين لكم كوشر جيلاتين كوشر جيلاتين يعني حلال هذي بالنسبة ليساكنين في امريكا وهذا يعملوا فيه تخفيضات بزاف وهذا هو الخماش كذلك يعني نستعملوا بزاف كين هذا وكين له ثاني هذا موزر الله والثاني نسيت الاسم ديالو بالنسبة لخبز التوست غاني نشري مؤخرا هادا والميت يعني القمح الكامل احسن نوعية السكر الى حد الان يعني نستعملها وهي هذي الدومينو وبالدقيق يعني اللفغ اللبنات هذي هي احسن نوعية واليوم شريت اه كما راكم تشوفوا والويت يعني القمح الكامل هذا يعني يكم عارفين على الصحي اكتر قالوغ نجيب الابيض للحلويات ونجيب هذا كذلك اه كنت شريت الحليب وخوماج وبالنسبة للزيت وبعض الاحيان كاينك اه اه تاكوليستيرول فري اليوم هذي اللي كانوا عملي فيها تخفيض كانت خمسين بالمئة اعلى بها جبتها اه اه انا دايما وراكم تعاوضين عليها في هذا الشي نخصل لأي شي نشريه امام هذك الفخوماج ببلاستيك ونشلو هنالكو ما كنتشوفوا من بعد ما سدفت الفاكيه ديالي اه في السلة الخاصة تعال الفواكه اه ملاحظة والاكد عليها كل مرة وهي عمركم ما تخلطوا البصلة مع البطاطا لانها تفزت بالخاف البصلة تكون ببحدها والبطاطا ببحدها هنالبعد ما غسلتهم ونشفتهم اللي اه قدام حطيتهم من اللول واللي جدد مرول الفخوماج هذا اللي كان عندي محلول اللي يكون محلول نغلفه ببلاستيك الغدائي واللي يكون جديد نخلي هاكدك حتى بنحلو باش نغلفه بهذاك بلاستيك الغدائي وهذا هو اللون تعال لكم تشوفوا فيه تعال فرينا ولا تعال قمح الكامل هذي صحي يارك معه في المئة بالمئة عمرتها هنا في هذي القنينة كانت عندي كبيرة هذي تعال زيتون اه وعمرتها فيها وغلقت عليها ونفس الشي بالنسبة للسكر حتى هو عمرت هنا وعمرت هذي القنينات اللي حتى تحف كوفي كونر شريت هذي كذلك البنات الخاصة بالدولار وشي كما كم تشوفوا هذي خاصين بالفاكهة بالمملحات خصوصا لشهر رمضان يجي وكاش الضياف يعني عمليين والخاص عجبوني كما كم تشوفوا في الصورة هدا الشيطة من محلات 99 سنس وشريت البنات يا هذي زوجني عيلات ورخاص كما كم تشوفوا 3 49 سنس عجبوني الصراحة هكذا الصيف جبت واحدة الكاميليا واحدة النرجس كانوا عاملين فيهم تخفيد وهادو من دوك المحلات اللي كاتبين فيهم 99 سنس هنا نشري من عندهم بزاف لانهم يبيعوا رخاص وشريت مام هذي كما كم تشوفوا 2.97 سنس خاصة بتاع المطبخ وشريت هدا اه ازيس من بعض احيان نشري الاجاكس وبعض الاحيان نشري هذي الماركة هذو زوجهما اللي يملاح خصوصا الاجاكس هو احسن نوعية هذو كنت هذي الوصفة كنت عملتها البارح مشي وصفة هذي بطاطة حلوة كنت طيبتها البارح ودخلتها لكم فهذا الفيديو لانه بزاف ليس قسوني كيفاش طيبها عادي لبنات تغسلوها كما انا غسلتها غاية كيفاش احسن نوعية هذي مشي حلوة بزاف يعني لازم تكون حمرة بزاف بره وماذا تكرطوها بصبعكم الداخل تلقاوها ببيضاء هذي هذي اللي تلقاوها حلوة بزاف بزاف لكن هذي النوعية مشي حلوة تلتم ومليحة حلوة لكن مشي يكون هذي اللي نحبوها حنا تعال البلاد انا واش نعملها دخلتها للكوشة للفن وخرجتها يعني ما عملت لها والو تنغسلها وندخلها يعني هذي تكون عند لكو حظة نسب ساعة ولا وتكون واجدة هذي عملتها البنتي كما كم تشوفوا ليه والبنتي الصراحة يعني مع الحداش هكذا نعمل ياقوت مع الفاكية اللي تكون تواجدة عندي هكذا بشتعطينا شوية جهد وما من البنتي الصراحة تحبوه هنه حبيت نشارك معكم الوصفة تاع كانان بالنسبة لما شافوش الوصفة هذي هي الاحسن نوعية تاع البيس تاع الحمص المطحون هكا باللغة العربية الحمص المطحون اللي ساكنين في الامريكا هذي هي احسن نوعية ورخيصة ونشريها من ثلاث فارد تاع الكوينس يعني هذا هو الشكل هو انتاج هندي هذي هي احسن نوعية لبنتي من اللي جربتهم كامل كنت شريت ايطاليا والصراحة غالية وما تخرجليش الكانان كم ما يحبو الخاطر اهنا واش نعمل نعمل بول ولا كيلة ولا عبر اللي عبرته نعمل واحد تاع الحمص المطحون ونزيد معاكم اكم تشوفوا شوية ملح ونزيد معا شوية الكمون نعمل مام الداخل علاش لانه الكمون يقضي نسبيا على الغازات والحمص معروف باللي فيه نسبة من الغازات على بها نوضحت الداخل شوية تاع الكمون او من بعد نفس البول اهنا حبا بيت نخفقها ونزيد حبا بيت كما راكم تشوفوا هذا اه تعبار واحد تعبول حبا بيت او من بعد واش نعمل دائما بنفس البول انعبر ثلاثة تاع المياه يعني تعملوا واحد تاع الحمص المطحون وتزيدوا معاه ثلاثة تاع الماء من بعد البنات ما نضيف كلش ضروري نخفقوا غاية الغاية واذا حبيتوا تقدروا تستعملوا الباطغ لكن انا نشوفوا هكذا يكفي المهم ما يكونوش كان يدوك الحبيبات وضروري تحصلوا على الرغوة من الفوق الرغوة ضروري بالنسبة للزيت ماشيت الدهن وبرك شوفوا اللبنان دارولي تكون هكذا تعوم شوية ماشي نسبة كبيران مهم كما لا ظاهر في الفيديو نوضح هكذا الزيت ومبعد نفرغ الكلان ديالي والكلان يطيب من الفوق فقط وان شاء الله راح يجيكم كمة السوق وكنت زيت ثاني لسوب برقب البطاطا وزرودية كما كنت شوفوا من بعد ما طابت ميكسيتها وانحتها لي يا الله يجب شي بركة اليوم هادا واش طيبت انا حبيت نجاوب الاخوات اللي صامنا للعجانة ديالي انا عجانة ديالي لاماركت ديالها هي كيتشن ايد ارتزان كيتشن ايد ارتزان هذي الماركة المفضلة عندي هذي خلصتها بمئتين وخمسين دولار هذي اكتر مستة سنوات وما زالوا يجيبوها بهذا الثمن لكن فقط في مارشل تجي ماكس ليتخلصوها رخيصة اما محلات الاخرى من 300 حتى 400 دولار راني نقرب لكم هكذا باش تشوفوها عن قرب تشوفو الريفيرانس ديالها ولبناء تشريوها وما تندموش اعليها اما بالنسبة لتحلية اليوم هي وصفة الصديقة ديالي جيميل اروع ما يكون كيكة الليمون هنا وش وضعت وضعت 230 غرام زبدة دائبة وكذلك راح نزيد معها سكر معطر الفانيلا والفانيلا اكترا الشي اللي موجود عندكم وشوية يعني قبصة تامل هذي بالنسبة للعجينة ورح نزيد كذلك 100 غرام تاع السكر ناعم سيكري غلاس 100 غرام تاع السيكري غلاس ونمزج كلش مع بعدياته البعض هذي راح نحضرها للليل مشي للقهوة يعني هي تجي للقهوة تلاشية لكن انا نفضلها للصهرة تجي احسن المهم كما كم تشوفو نخلط هذو كامل غاية مع بعدياتهم البعض عادة هنا في الاخير باش انضيف واحد الميتين وسبعين ميتين وخمسة وستين حتى الميتين وسبعين غرام تاع الفانيلا وتكون مسييرة كما كم تشوفو يعني مغربلة ونحاول نجمع كلش مع بعدياته البعض حتى نتحصل على هذي القوام اللي راح نتشوفو تجي يعني ماشي ملمومة وماشي مطلوقة المهم تبعو المقادير باش تحصلوا على هذي القوام اللي راحكم تشوفو فيه ويجي بهذا الشكل اللي بنات خليوها تريح شوية برك واختاروا اللي راحكم حابينو اذا راحكم حابينها تجيكم مرقيقة كبروا المول واذا راحكم حابين العجينة تجي متوسطة استعملوا هذي المول اللي انا عملته هذا موجود في كل البيت المهم نحاول هكذا نبسط لاجينة ديالي وندخلها الى الفرن لازم تكون درجة الفرن مهيلة لليبنات باش ما تجيكوش معجنة راح نطيبها فقط نصف الطياب وفي هذا الوقت نمشي نحضر لها فاقس ويكون مقتلكم لازم الفرن يكون على درجة مية وستين او اقل اما بالنسبة الكريمة ديالنا راني عامل هنا ستة حبيبات على البيت راح نضيف لهم ربعمية غرام تاع السكر الناعم مساير يعني مغالبا ما يعدل كاتسون غرام ديو سيكري غلاس نخلطو غاية تلغاية مع دوك حبيبات من الافضل اللي بنات خفقو البيت هو اللي ومبعد ضيفو السكر انا مع التصوير يعني عقلي كان مع الكاميرا يعني خلط كلش مع بادياته البعض المهم خفقو البيت ومبعد ضيفو السكر الناعم وهنا ضفت خمسين غرام تصوير gjtsnt. او بحيب نصوير الناعم تصوير نصوير الشيء لتضيفوه وانضيفوه هنا يعني من ميتين وuarبعين حتى ميتين وخمسين مليلات عاصير الليمون يعني من ميتين وَرْبعين اتقدرو حتى الميتين وخمسين هنا عملت ميتين وخمسين مليلات عاصير الليمون خلط كلش مع بادياته البادي اخلاص سابع عندي الجهزة. اهنا الكيكة ديالي تكون ثابت نضيف الكريمة و نرجحها دائما للفون و تكون جاهزة معنا البنات و اتخذها معكم موقف كبير و تشوفوا شكل لها لها لا راحت و نزلت لها فقط في الطياب و اجدفت لها فقط من فوق السكر ناعم و اتركتها حتى بردت عذاب لكي قصيتها على شكل مربع و كان هذا هو الشكل لها تجي بنينة 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 و شهيتكم في الجنة و انا الصراحة هذه حضرتها للليل يعني كما عارفين هكذا واحد قبل ما يرقودي يحبي كل حاجة حلوة المهم نزمنها ان شاء الله الوصفات تكون عجبتكم حتى تما جلبوها للعائلة ديالكم و خلووا لي هذا الشي في التعالق والحين حاولو نقصلكم هكذا مخصو باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش يجي المهم هي تجيكم كمه الحلقومة هداك هو الشكل ديالها كمه الحلقومة وتقدروا تعودوا عصير الليمون بعصير البرتغال و تجيكم من اروع ما يكون يعني الاختيار يبقى لكم اما عصير الليمون او عصير البرتغال نفس الشي بالنسبة الكران كان حتى هو طعب خليته حتى يبرد و راح نشوفوا البنات الله الله يعني احسن انا شوفوا انا الصراحة الكران ديالي يعجبني احسن كما شفتوه طيبته فقط من فوق ولكن تحطوه البلاولا السينية تحطوها كامل تحت انا اخلي توبرد غير شوية بالرغم انه صراحة انا الكران نبغي سخون نبغي من يكون عدا جاري وراكم عارفين كاران حتى من يبرد باش يابط راسو كما كم تشوفوا البنات الله الله عليه وشهيتكم في الجنة كان هذا هو القوام دياله تقدموه بالشي اللي حبيتوه مثلا انا في بعض احيان الضروري الهريسة كما تعرفوا هدا الشي الكمون من الفوق وحطيت معا حتى هكذا مرسوت على الفرماش لانه مؤخرا انه ناقل قبل ما نجيه الهنا كانوا بعض ديبيعو الكاران كان لي ديف فيه الفرماش في صندويج كان لي عمل تونة لبنات ايوي حتى بالتونة مع الكاران يعني كل واحد وكيفاش يعمل لكن صراحة الكاران يجيب الهريسة ولا الحار والله يجيب شي باركة مع شوية كمون ونقول لكم بالصحة والراحة إنهم يجيب شي полож in the school وفي نفس الوقت راح نجاوب الاخوات بزاف ريس اصيوني وين تخلي بنتك وين تجيب بنتك مسكول اكيد البنات وضروري تكون معايا فقط انا منظهرهاش في الفيديو انا ورسالكم اليوم لانه بكل صراحة ما عنديش وين خليها ولو كان حتى يعني ما عنديش اقارب الله ومنقدرش نخلي بنتي عندنا بخطيكي هدي هي ضروري تكون معايا فقط منظهرهاش في الفيديوهات اهنا كما لكم تشوفوا ورليت لكم اسما كراها تشوفوا الاجواء كراها هنا كان كانت صراحة واحد لامات في واحد لندري لندري هي وين يغسلوا الملابس يعني الاش هذا ما يبلاش يعني 24 ساعة 24 ساعة محلول وصراحة واحد لامات وانفجار كبير كبير بالرغم ره بعيد عليها وشوفوا الاجواء كراها يعني توما تحسبوها مغيمة وهي لا فقط بهذاك الحرير الهائل اه اصراوا فيه كوارث ومهم اللي ماتوا والله يرحمهم اه ان شاء الله ما يكونوش اه ما فيها مسلمين اكيد شوفوا لابنة الكاريتا اه يعني النهار كان اه واش نقول لكم اه ما استقدروش ما بطنفسوا يعني كامل كنا عملي لماسك بدوا يعطيوناها كابرة لماسك باش نعملوهم على وجهنا على يعني على نيفنا باش نقدرو يتنفسوا والحمد لله اه هنا من بعد ما وليت للدار كانو عندي حتم سيمنات كتم طيبتهم يومين قبل غير هما وسخنتهم وهديكم موقت لكم خليتها لليل للسهرة وراح نختم الفيديو هنا فقط باش ما يجيش طويل اكتر واكتر اتمنى ان شاء الله انو ما يكونش ممل والفيديو كنا لاعجابكم ومع اليمن قولكم غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والقاكم في فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 شكرا